شهدت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة في قرية الرجلية مجلس طنطا بمحافظة الغربية توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء لألف وتسعمائة وثمانين مريضاً وذلك بالمجان بالتعاون مع لجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضم القوافل نخبة من أطباء جامعة طنطا في جميع التخصصات الطبية ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان تحقيق الأهداف رؤية مصر 2030